أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مرحبا بكم جميعا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في دورتكم الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى الدورة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين دورة خط الرقع إن شاء الله نحن في ليلة طيبة ليلة الجمعة الليلة المباركة أفضل ليالي الأسبوع ونحن أيضا في أفضل شهور السنة الأشهر الحرم وفي آخر شهر من شهور السنة إن شاء الله تكون خاتمة خير لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني نمتع ونريح أسمعنا بالقرآن الكريم ونستفتح مع خير الكلام مع أخي أحمد عبد الغني يتفضل مشكورا نعطي له الإذن إن شاء الله حتى يقرأ تفضل يا أخي أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وتكبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال مرحبا مجددا بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الدرس الرابع والعشرون من الدورة الثامنة دورة خط الرقعة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين إن شاء الله بإذن الله كما كما تعودنا أن نبدأ بالتدريب العملي أو بالكتابة العملية فهذا المخطوط اللي أمامنا من كتاب الخطاط الأستاذ أحمد صبري زايد رحمه الله تعالى وليس كل من مات فاستراح بميت إنما الميتة ميته الأحياء طيب إن شاء الله هنكتهد نكتبها نخلي بالنا من شكل الكاف الجديد اللي أمامنا المرة اللي فاتت عملنا الكاف دالية وشبكناها مع اللام ده شكل آخر من الكاف اللي أمامنا على الشاشة حضراتكم إن شاء الله تكونوا شايفين على الشاشة ده شكل آخر من أشكال الكاف تمام يا أخواني الكرام صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ينفع إن احنا نرفع الميم فوق النون مات نزل هو سقط التاء خليه على سطر الأساس لو رسمنا سطر الأساس أمامنا أمام حضراتكم أهو سطر الأساس لو مر سيمر لو رسمت خط مستقيم بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو رسمت خط مستقيم تصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم سيمر إن شاء الله بإذن الله هنا بالضبط شوفوا حضراتكم شوفوا رفع فين الرفع دي فين مرتفع قد إيه صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الميل يا أخواني الكرام أستاذ راشا أستاذ أحمد عبدالغني أستاذ محمد كهواجي أستاذ نفين صلور نفس الميل يا آل حسن خطك أونلاين أستاذ أمال الصيد من ليبيا أهلا وسهلا شوفوا يا آل حسن خطك أونلاين أهو صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوا يا آل حسن خطك أونلاين أهو الراجل بيكتب بإيده جزاه الله خيرا مش بيكتب بآلة كمبيوترية أو آلة يعني ديناميكية ولا أي آلة هو بيكتب بإيديه بيكتهد أنه يطلع الخط بهذا الشكل اللي حضرتكم شايفينه كذلك كما هو نفس الحال في الأليفات أهم شيء في حضرتك زي ما اتكلمنا من شوية في خط النسخ في دورة خط النسخ الميل يكون واحد يا أحمد يا عبدالغاني حضرتك حضرت معانا خط النسخ شوف يا أستاذ أحمد أهو ده ده مريح للعين هو الخط بيحلو بإيه بالمسافات والميول بتاعته صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أهو يا أخواني شوفوا حضرتكم نفس الميل أنا مش أأكد عن نقطة ديت أنا تكلمت عليها كثيرا مقابل الميل العمودي يا أستاذ أحمد عبدالغاني والدكتور الكروان اللي حرمنا من أنسه وحرمنا من وده من وده الكروان اللي هو عارف نفسه كما هناك ميل رأسي هناك ميل أفقي أهو شوفوا صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أهو شوفوا التوازي يا أسامة شوفوا التوازي يا أسامة أنا عايزك تحط ده كله في اعتبارك واعتبارك يا أستاذة رشا إن شاء الله تكون الأستاذة رشا معنا في هذا الكلام أهو شوفوا قاعدة الميم ماتة هي نفس الميل هنا بتاع هنا وعلى امتداده بصوا يا ألحاس نخطك من لين أهو نفس الميل بتاع الجميع الله يرضى عليكم ويبارك في حضرتكم أهو شوفوا أهو توازي كل الخطوط الأفكية بين يا أسامة بين الكلام ده والتشخيص ده بين لحضرتكم إن شاء الله صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم احنا وضحنا كل الأمور ديات نعم يا أستاذتنا يا أم خالد أستاذة رشا وضحنا الأشياء دي كلها عشان إن شاء الله بإذن الله لو حطناها في الاعتبار هتريحنا يعني خط خط الكمة هو بتاع شغله تعالوا برضو يعني ده ما يمنعش إن حاجات تطلع من فوق الكمة لا هناك أشياء خرجت أهو الألفة هي خرجت فوق الكمة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك لكل قعدة لابد ممكن هو يخرج عن النص خرج شوية طلع عليه فوق ولكن الخط طلع جميل مريحينينا الميول وحدة سواء الميل العمودي أو الميل الأفقي صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا أل حسن خطك أولاين طيب زيدوا النبي صلى طيب علشان نبدأ إن شاء الله بإذن الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا مرحبا يا أستاذة شيرين محمد من مصر أهلا وسهلا بحضرتك إن شاء الله بإذن الله اللي ما جبش أدواته يجهزها يجيب أدواته ويجيب حكته إن شاء الله اللي ما سطرشي أنا مديك وقته لما سطرشي يسطر صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أل حسن خطك أولاين وأنا إن شاء الله الآن أفتح الكاميرا الخاصة بالعمل بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا مرحبا دكتورة اللغة اليابانية إن شاء الله بإذن الله نراك دكتورة لتعليم اللغة اليابانية في الجامعة إن شاء الله هي عارفة نفسها بقى وانتوا عارفينها يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهنا اللي بغيب مش هيقدر يعرف نقوله ولا بلاش يا شباب الحمد لله على السلام يا أستاذة نسايبة مرحبا مرحبا بحضرتك أهلا وسهلا احنا ان شاء الله بنجهز الكاميرات العملي أيوة وهو لازم تضحك وتفتح بقك يا أحمد وعصدي تفتح الهبي فيس اللي انت معته الله يبارك فيكم الجميع وينفع بيكم أنا بس بهزر معكم ومع أحبابي الشباب الصغيرين أحبايا بقلبي أناغش معهم عشان أنا بحبهم لهم الخير إن شاء الله بإذن الله أحبهم أشوفهم أفضل مني إن شاء الله هكذا حلل المعلم والمدرس بعد أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنقفل نبارك فيكم جميعا يا رب العالمين اللهم أمين يلا نروح لكامرة العملي وأستاذة جانا ما تنسى اشتخذ الغياب بسم الله الرحمن الرحيم دائما يكون جنبي أخواني الله يعزكم ويبارك فيكم ويعني ينزه أسمعكم عن أي كلام غير ذكر الله سبحانه وتعالى كن جنبي من ديل إن أنا أنظف في البوصة بتاعتي أو فوطة صغيرة أو قطعة كوماش بحيث إن هي تكون دائما نظيفة تساعدني مش عايزة حب ألاقي خطات أنا اشتغلت وشفت خططين واشتغلت في المجال في خطات أنا آسف نظيف لقي محافظة على إيدي محافظة على ملبسه محافظة على أدواته في خطات تاني مهمل ربنا ينزه أسمعنا وأسمعكم تلاقي كل حاجة متسخة عنده إيدي متسخة بيكتب يعص إيدي طيب أنت بتواص إيدك دي رجع البوصة لقدام شوي أولي وراء ابعد إيديك ما تحصش إيديك خلي جنبك من ديل الأشياء دي كلها يعني كمنظر قبلك كشغل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم دايما إيديك تكون نظيفة بلاية إن في حاجة هتتعص منك دايما جنبك من ديل أو من شفاء أو شيء معين بتستخدمه الله يبارك في حضرتكم جميع صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نكتب إن شاء الله وليس كل من مات فاستراح بميت إنما الميت أو الميت نقول الميت أو أن الميت أهل اللغة يلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا هاجي حضرتكم من فوق السطر علشان أعمل حرف الواو بيجي برأس الواو هكذا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ مدواس الواو وأنسل الحبر مش واضح ولا طيب خلينا نجيب اللون التاني بسم الله الرحمن الرحيم علي الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم نجيب لن آخر يا أستاذة نيفين أو أستاذة جنة اللي كتبت لنا إن شاء الله الواو يا أخواني وبارسم معها الله يزكم الواو الجميلة اللي حضرتكم عرفنها صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الواو فوق السطر كانت الواو بتجلس على السطر اللام أنا باجي من فوق بجيب حرف اللام مرة واحدة وأخذ منه علشان أطلع بحرف اليا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين هأخذ من اليا علشان أعمل حرف السي أنا قلت الاتنين دول ميلين والثالثة بتميل ها اللي حضرين واللي كانوا مركزين بتميل عكسه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم مه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أهو وليس مه كله هنجيب يا أحمد حرف الدال أهو بعدين هجيب عصية اللام وانزل نقطة بعدين ألف نقطة هكذا دي دخلة هنا يا أسد زاكرة صلى الله عليه وسلم بعدين بعدين بجيب هنا بجي من 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 الانكسار أو نهاية اللام هنا بروح وأخذ منها تخيل بروح طالع ونازل برفيح آسف معذرة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس كله الله بارك فيك يا أسامة ما شفت لما بتغيب عني بتعب ازاي بتغيبش عني تاني بقى شفت بعدك بعدك حاول عني ازاي شفت يا أسامة بتوحشدة وقدرش أستحفل يلا مضحكنيش بقى يا أسامة يلا من مات هجيب الميم يا أسادزة يا كرام من فوق التحت شفت الترتيب الطبيعي اللي أنا عملت بيه يا أستاذ أحمد هو ده الترتيب اللي أنا عايز حضرتك الله يبارك فيكم يا أستاذ آنفين من هجيب الميم أهو شفوا حضرتك باخد من الميم أهو بطلع فوق وأمشي كده وأقفل وأطلع ها نقطة زي ما شرحت الحصة اللي فاتت نقطة واحدة طيب هعمل ايه يا أستاذ ها لو تعملها ايه انت خدت نقطة واحدة وأنطرت يبقى تعملها النون السبعة النون القنطرة اهو شفت أنا طلع منها اهو يا ألحسن خطك اون لايت طيب باخد من الميم وأطلع لفوق وخلي المسافة بين بطن الميم جوه بطن الميم حوالي نقطة والمسافة اللي تحت دي مش تكون حدة تكون شبه يعني فيها ليون بسيط طيب صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أطلع لفوق اهو تمام اكثر حوالي نص نقطة اكثر انزل حوالي نص نقطة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو تمام وطولها حوالي نقطتين ان شاء الله هاتلي بقى ماتة اهو ممكن يركب الميم فوق هنا هو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ميم ألف صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ماتة حرف التاء الجميل بتاع حضرتكم إلا حضرتكم بتستسلوه وتحبوه وأنا كذلك معكم صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل من مات تمام فاستراح الفاء يقل حسن خطك نفس رأس الواو باجي من هنا أطلع الخلف بعد أن أطلع من فوق وأنزل بالرأبة اللي قدام حضرتكم دي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل بالخط الاتخيل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هنا كسر هالي خالص الألف خلاها كصيرة جدا تلات نقاط ينفع آه ينفع ليه عشان يركب عليها يركب عليها يا ألحسن خطك الليل أنا عايز حضرتكم تبدعوا في الأشياء دي إن شاء الله بإذن الله وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فاستراح بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هنأخر مقطة الفاء يا أبو أحمد يا دكتور أحمد عبد الغني يا أستاذ أسامة كهواجي يا كروان السين هاجيبها من فوق هاجيب من فوق رأس الفاء كده هاجيب السين أهو أخذ التاء شوفوا بقى هقف هنا فيها نسبة تقوّس تكاد لا تذكر نقطة التاء هطلع فوق بسنة وأنسل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستراح السين والتاء والراء شوفوا على امتدادها صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بس هنا علي معانا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنحط فيها هنا نركب عليها الألف وحرف الحق هيكون إيه جنبهم بهذا الشكل باخد ده المقلوبة وبانزل بعد أن صلو على النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد بلف القلم هنا بعكس بقى عكس اللي أنا اتكلمت علي كله يا باحمد صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أهو باق مقلوبة يا آل حسن خطك أونلاين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هي باق أنا ما طلعتش لفوق لسه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها التكوز بتاع حرف الباق طيب طيب هي مدببة من هنا لكني ما طلعتش لفوق يا دبك أنا لو مشيت بخط الأساس هلاقي فيه نص نقطة أو نقطة من خط الأساس أو نقطة ونص ما عندكش مشكلة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم حط نقطة الفق هنا طيب ونقطتين التاق صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ودي الألف فاستراحة بميت يلا اكتبوها أعطوني دقيقة بعد إذنكم محتاج دقيقة ونرجع نكمل مع بعض إن شاء الله كتابات لمن أراد تفضل يلا بسم الله يلا كتبوا يا شباب كتبوا معاكو الوقت ده وقت كتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليس كل من مات فاستراحة بميت هنكتب كلمة بميت في سطر الوحديها ونكتب بالعبارة الاخرى في سطر جديد ان شاء الله بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هنكتب كلمات بميت حرف الباء هنا هنجيبه مقلوب الباء قبل حرف الحروف الحاملة الحروف الحوامل من الحروف الحاملات من الحروف ها التي يحملنا الحروف التي قبلهن صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم احسنت يا عسام هنجيبها حضرتكم بالايه بالثلاث نكت صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم انا هجيب الباء حروف كلمة جرهمي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الباء المرة دي انا بعكسها بجيب من التخين للرفية صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وضحت بعدين بأخذ منها اهو بأخذ منها حرف الا الميم جميل انا خدت الميم امشي بقى نقططين يا استاذ صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو بعد النقططين بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ سنة زي سنة الباء وبعدين هأخذ منها الايه سنة الايه التاء بمشي نقطة وبعدين بأخذ منها سنة التاء صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بلف الكلم يا احمد في نهاية التاء كده يا احمد من الاخر واروح لافف الكلم واروح طالع في هذا الاتجاه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب حرف التاء والباء والياء والتاء الاخير فيه هنا هتلاقي كرف بسيط لكنها باق باق يا اهل حسن خطك اونلاين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهي طيب طيب هنبدأ من اول السطر انا هاجي من اول السطر علشان اعمل حرف الالف بيجي بالالف اهو فابتوقف شعر ابسط وابتوقف امشي نقططين بالميم والالف الالف دايما يسبك الحرف اللي يسبك انا نقططين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم انما صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فيه اي شيء مش مزبوط عادي انا بزبطه على مهلي بحيس يكون نفس الميل بتاع الالف انتو كلكم نظر طبعا كلكم عارفين الميل وعارفين السمك يبقى نفس السمك ونفس الميل انما صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم انما الميت ثلاث مؤطوى صلى الله عليه وسلم واللام المرة دي خليناها فوق مش خليناها تحت طيب اللام وآجي الرفيع في نهاية اللام وهاخد حرف الميل صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين اخد نقطة واخد الياء وانزل ونقطة بين السنة دي سنة الياء والتاء اهو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو 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 صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم والتأهي والياء هاجي بكلمة ميتة الميم والياء ما لا تتكرر معنا الكلمة دي اهو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم والتأهي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هاجيب كلمة الاحياء الالف ممكن نركبها هنا صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هاجيب اللام الف بهذا الشكل نقطتين وبعدين هنا بنزل على نقطتين الارتفاع ده يكون ارتفاع ونقطتين وبعدين الالف اللي حضرتكم عرفن صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال السؤال مرة اخرى اللي كتب سؤال عن الحبر والحياة تشكره نفس الملدة هو الملدة وتبعد نقطتين هوريك يا احمد النهاردة بوريك اذا حبيت اشرح لك حاضر هقول لك حاضر تهضب ازاي قبل منهي الحصة بعد التصحيح ان شاء الله سألني عن الحبر ان شاء الله مش هنطول النهاردة سبكوا تستقنسوا باليوم الونيس يوم الخميس الليلة الطيبة ليلة الجمعة ان شاء الله بإذن الله طيب الاح نفس الميل الاح صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الاحياة نشوف الحقب اللي هي درسنا هذه الفترة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم باجي احمد من فوق هنزل واطلع حاجة بسيطة وانزل هنا هنزل ناشف زي مسالة الاختصار الحصة اللي فاتت طيب بعدين هاخذ سنة الباء وامش نقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو بعدين الالف المد صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين الهمزة الكبيرة يا ابو حميد مش الهمزة الصغيرة اهي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو وبعدين هاجيب النقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن احط هنا همزة بطلع اللي فم preserve اهو اهو ابدا اهو اهو